أما في ريف حلب فأعلنت مصادر ميدانية مقتل 35 جنديا من جيش النظام وتدمير عدد من العربات العسكرية على يد مقاتلي المعارضة المسلحة وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام شنت هجوما على مواقع جنوبية حلب بدعم من طائرات حربية روسية وما أدى إلى اندلاع الشباكات أصفرت أيضا عن مقتل عدد من مقاتلي المعارضة المسلحة